أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري أيمن عشور حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تسمح بتدويل بنك المعرفة والتوسع دولياً في تقديم خدمات البنك للعديد من الدول والجامعات جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع نخبة من شركاء بنك المعرفة المصري من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة مشاركين في بنك المعرفة حيث أكد وزير التعليم العالي على دعم جهود الجامعات لتحسين ترتيبها بالتصنيفات الدولية المرموقة فضلاً عن وضع مسودة خاصة بكل دولة